الحقيقة دائماً نفوز النادي الأهلي وإنجازاته في البطولة الأفريقية تحديداً بتسبب ألم وصداع لبعض المنافسين بعض المنافسين عاملين صراخ وعويل وهم بلهمش في أفريقيا أساساً دائماً بيكونوا مش موجودين في البطولة الأفريقية يعني حتى المجموعات ما بيعرفون يعني المهم عموماً هم عايزين يجروا النادي الأهلي لورا لو النادي الأهلي لعب أي فريق وفاز عليه يقولك ده فريق يعني فريق الفلاني في الدوري المصري يقدر يكسبه وبيجي فرق من تحت لكن الحمد لله والشكر لا دائماً رجالة النادي الأهلي وجهزهم الفني بيكسبوا لأن معهم جمهور دايماً وقف ظهرهم ولعب النادي الأهلي دخلوا الناس اللي زي دي لجحورهم ده مش فوز فقط ده فوز وأداء تكتيكي من المدير الفني يعني اللي أنا بشوف أنه قرب أنه يبقى عنده خبرة في أفريقيا إمتى يهاجم؟ إمتى يدافع؟ خلي بالحضراتكم احنا كنا دايماً في أول السنة بنقول لازم فيه أوقات كده أقفل دلوقتي مستر كولر عارف يهاجم إمتى؟ يدفع إمتى؟ يسيب الكرة للمنافس إمتى؟ إزاي يلعب في نص ملعبه فقط؟ إزاي يلعبه قدام جماهير منافسين؟ حياتي مستر كولر بالخبرات اللي بيكتسبها في أفريقيا سببت رعب لهؤلاء عارف إنه حيقوله إن الترجي فريق ضعيف وإن الأهلي حيكسب الترجي عادي وكلام اللي حضراتكم عارفينه ده ما كسبتوش ليه؟ ما كسبتوش الرجاء ليه؟ ما كسبتوش لو بتلعبوهم يعني البعض بيقولك إن نادي بيرامدز أقوى من الرجاء أولاً نادي بيرامدز فريق قوي ولكن النهاردة بيرامدز بالمناسبة خرج من البطولة الكونفدرالية من فريق من جنوب أفريقيا أنا نسيت اسمه تحليل الحياة خزع بالي الصراحة يعني الواحد بيسمع حاجاته بيشوف فيديوهات بيجي قدامي الناس دي محتاجة إنها تتعالج والله العظيم بجد مش بحذر بدل ما تقول إن النادي الأهلي ده هو اللي مشرفنا ممكن تنتقد طبعاً من الناحية الفنية أنت حر كل واحد من حقه يقول مثلاً لأ كان زي ما أنا قلت كده أنا قلت في أول كلام إيه أنا كنت بشوف إن إحنا محتاجين سنة هجوم نقدر نجيب جول من بدري ونخلص دي وجهة نظر أنا هل لو أنا المدير الفني وبختار ما كنتش عامل كده لكن كلام حلو كلامه إحنا عاديين في التكييف لطيف لا يعني ده كمان بعد التعادل للنادي الأهلي مبارح في مباراة الإياب وسط هذا الصخب الجماهيري والتشجيع الجنوني داخل ملعب ممتلئ وجمهور رائع ومحترم وإن الأهلي اطلع أقول هذا الكلام اطلع أقول إن الأهلي لعب مباراة اكتكاية من الناحية الدفاعية بشكل جيد ووقف عناصر خطورة الفريق الرجاء وقدر إن هو يصل إلى مرمى الفريق الرجاء على الأقل مرتين في المباراة كانوا مهمين بتوحسين الشحات هو أنا إيه اللي مطلوب مني؟ إن أنا أصعد للدور قبل النهائي صعدت للدور قبل النهائي في ظل إن الناس كتيرة جدا كانت شايفة إن النادي الأهلي حيطلع من دور المجموعات أو دور المجموعات ولكن مش النادي الأهلي اللي بيطلع من دور المجموعات بالمناسبة الحمد لله والشكر على الأقل خلال الفترة الأخيرة أحد الجهابزة طلع يقولك إن الأهلي كان وحش وهجومه ضعيف وإن أحد الفرق مش هقول اسم الفريق لأنه الحقيقة هنا بيستهتر بالفريق وأنا شايف إن الفريق ده فريق جيد جدا أحد الفرق في الدور الممتاز لو كان واجه الرجاء في ملعبه في المغرب كان هيكسب وبسهولة طبعا هو كلام للاستهلاك المحلي أنا شخصيا بحترم هذا النادي كتير جدا للنادي اللي بيكلم عنه الأقل اللي بيكلم لكن يا جماعة هو أنتوا فين يا الناس دي فين بمشجعينهم اللي بيطلعوا يتكلموا بهذا الشكل وطبعا ما بيشجعوش النادي الأهلي هم بيشجعو أندية أخرى وبالتالي خلي بالكم من مثل هذه الكلمات ومن مثل هذه الناس اللي هي ما بتشجعش النادي الأهلي أنا محايد أنا عايز النادي الأهلي يصعد النهائي ويفوز بالبطولة هو ملوشي مش عايز النادي الأهلي يصعد ولا عايز النادي الأهلي يفوز بالبطولة فيضرب من تحت لتحت نوع من أنواع الابتزاز ولكن بترق أخرى إذا كان فريق الرجاء ضعيف ما الفريقك إيه لما يبقى فريق الرجاء أو الفريق اللي انت بتشجعه يبقى إيه لما يبقى فريق الرجاء ضعيف هو وصل لدور التمانية وكان عنده جمهور هذا الجمهور الرائع اللي كان موجود وقدرت تتعادل معاه وتصعد في ملعبه ووسط جماهيره عمر ما الكلام ده حيحبت لعبة النادي الأهلي والأجهازهم الفني لأن الجماهير كلها عارفة إنك مغرد أو المجموعة دي مغردة وخايفة من المباريات القادمة والكلام اللي انتوا بتقولوه ده بعض الجهبزة بيؤكد مش عارف انتوا لعبت كرة زي الحقيقة قد تكون صدفة اشتركوا في القناة